نروح لخبر آخر في فقرتنا الإخبارية وقاعة إهمال جديدة في المدن الجامعية النهاردة الصبح انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لوجبات فول فيها عقارب عقارب جامعة عقربة وزي ما حضرتكم شايفين في الصورة ده اللي حصل في المدينة الجامعية للطالبات في جامعة السيوت طبعا الموضوع ده سبب حالة من الجدل بدأت ببلاغ لإدارة المدن الجامعية حوالين اللي حصل الطالبات رفضوا انهم يكلوا من الأكل ده لانه كانوا خافوا انه يكون مسموم مدير عام المدن الجامعية الأستاذ عرفة أبو العلا قال انه فتح تحقيق عاجل في الواقعة بعد تلقي البلاغ من المشرفات للتحقيق مع المقصرين والاستماع لشهادة الطالبات وايضا استجواب مشرفي التغذية واللي بيطبخوا طبخين يعني بس مشرفات التغذية قالوا خلال التحقيق انه يعني في ملابسات خاصة في الواقعة انه أبرز هذه الملابسات ان الفول اللي بيقدموه للطالبات بيكون سادة ما فهوش لعقارب ولا تعابين على عكس اللي تم رصده في الصور وبيكون عليه فلفل وطماطم وزين